ناس اللي عايشها بره اللي لا عندها بطاقة وطنية لا عندها وثاقة قريبة لازم يكون هناك استثناءات حتى الناس تقدر تسوي شغلها يعني ولكن ما تحاسب اللي قاعد بره ما تحاسب اللي بالداخل ما هي هاي مشكلة هاي ما هي هاي هاي شون استاذ المادة 43 من الدستور صريحة تحمي هاي المكونات وتفرض على الدولة أن تحميهم توفر لهم العيش الكريم الحماية ناس صريح لكن المحكمة إذا بهيش بالمباشرة تروح تقدم طلب تطلب منك إثباتات لأن انت البين على من الدعا لهمين على من أنكر هذا الوضع العادي لكن عندما لجنة ومشكلة من مجلس الوزراء وممكن أن ينتدبون بها قاضي من مجلس القضاء الأعلى ومدة عام وتقدم لهالطلبات ممكن أن تذلل يعني تنهي هذه العقبات وخصوصا اللي بالخارج يعني شخصيا الآن أعرف الكثير من البيوت من الأماكن مستولين عليها يا أستاذ علي لكن كيف تستطيع أن تثبت كيف يأتي هذا الرجل الذي موجود في الخارج يعني يعني والله كنا نعرف يا أستاذ علي مو بس بغداد ومو بس بالموصل نعم أن تعطيك هذه محافظات محافظات هو التسهيل كيف يحدث الإجراء الذات تحل شيء يجب أن تلتزم مثل ما قال ساذي ونادم تلتزم بالدستور وبنفس الوقت ترجع تسوي هذا ما يشرع له قانون كيف يشرع له قانون حتى تنطي الناس حقوقها ترجمة نانسي قنقر